بعد جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وغزة وتوصل لوقف إطلاق النار ينصب الاهتمام على ما هو أبعد فمصر تكثف مساعيها لتثبيت تهدئة ولإيجاد حلول للملفات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين ومنها ملف الأسرى كذلك تعمل مصر على خط الداخل الفلسطيني والتوصل إلى مصالحة طال انتظارها بين الأفريقاء وهو ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معلناً تمسك مصر بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت وقد حضرت كل هذه الملفات في زيارة الوصد الأمني المصري لقطاع غزة فهل تحقق مصر تهدئة ثابتة بين إسرائيل والفلسطينيين وكذلك مصالحة تنهي لانقسام الفلسطينيين أسئلة نطرحها الليلة على ضيوفنا من نرام الله القيادي في حركة فتاح مونير الجغوب ومن غزة أستاذ العلوم السياسية الدكتور مخيمر أبو سعدة وينضم إلينا لاحقاً من القاهرة الخبير في المركز المصري للفكري ودراسات الاستراتيجية الدكتور صبحي عسيلة أهلاً بكم جميعاً إلى هذا الحوار أستاذ مونير سأبدأ معك حوار الليلة اليوم هل يمكن الاستفادة لربما من التطورات الأخيرة هل يمكن البناء على التصعيد الأخير للأسف نقول بهذه الطريقة للوصول إلى ملفات كبيرة عميقة طال انتظار حلها طوال السنوات الماضية يعني حقيقةً ليست الجولة الأخيرة فقط ما يمكن البناء عليها ما حدث بالشيخ جراح وما حدث في المسجد الأقصى المبارك والهبة في الضفة الغربية والهبة في الداخل والهبة في الشتات وما حدث في قطاع غزة هذه عناصر كلها كونت حالة قوة فلسطينية وعناصر قوة فلسطينية كانت ضاغط كبير على الاحتلال أن يفكر ملياً بأن الشعب فلسطيني في كل أماكن تواجده ثار بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى ومحاولة عمل تطهير عرقي في حي الشيخ جراح وفي سلوان تهجير الفلسطينيين محاولة إخراجهم من أرضهم ومن بيوتهم كل هذه العوامل كانت عوامل تفجير عند الشعب الفلسطيني فالاحتلال على ما يبدو أنه الآن يحاول أن يتدارك هذا الأمر ويلحق بهذه الهبات الجماهيرية الكبيرة في كل مكان للشعب الفلسطيني بالتأكيد كان لتأثير كبير لكل هذه الأحداث السابقة لعودة القضية الفلسطينية إلى الطاولة من جديد وإلى المقدمة من جديد وتخطف أنظار العالم جميعه والتعود هي في الصدارة رغم أنف الاحتلال الآن الاحتلال يحاول أن يبحث عن حلول كلما وضع في الزاوية يحاول أن يدير الصراع يعني ما يريد الشعب الفلسطيني الآن بعد كل هذه الجهود الكبيرة الدبلوماسية الهبات الشعبية المقاومة في قطاع غزة كل عناصر القوى الفلسطينية يجب استخدامها للذهاب إلى حلول سياسية هذه الحلول السياسية تعني إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية هذا الحد الأدنى الذي تطالب فيه كل الفصائل الفلسطينية فلسطينية مجتمعة الآن هذا هو الحل يعني الذي متفق عليه ذكر صد مونير ليس بالمطلب ليس بالمطلب الجديد وكلنا يعلم ذلك يعني منذ كما ذكرت الجولات السابقة لكن ما الذي يجعل الجانب الإسرائيلي هذه المرة يبحث عن حلول ما الذي تغير الذي تغير وحدة الشعب الفلسطيني الشعبية والمقاومة الشعبية والهبات الجماهرية والمقاومة المسلحة من قطاع غزة كل هذه كانت عناصر كوة تفاجأ بها الاحتلال والعنصر المفاجئة الكبير كان في فلسطين عام 48 هذه كل العناصر أثارت الاحتلال فقد السيطرة حتى على الحدود ما بين الأردن ولبنان كان هناك الآلاف من الفلسطينيين تدفقوا إلى هناك إسرائيل الآن تفكر ماليا بطريقة الحل هناك انفجار حدث بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين ولم يعد يحتمل الفلسطينيين كل هذا الظلم منذ أكثر من 73 عاما حتى الآن من احتلال وتشريد وقتل واستباحة الناس في الشوارع ثار الشعب الفلسطيني الآن الاحتلال عاد لكي يجلس إلى الطاولة ويحاول أن يحاول القيادة الفلسطينية ليصل إلى حلول على كل حال حل الشعب الفلسطيني ومشكلة واضحة هو انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه هذا هو الخط العريض الذي يطالب فيه الشعب الفلسطيني نحن لا نبحث عن فقط إعمار ولا نبحث عن مساعدات ولا نبحث عن أدوية ولا عن إغاثة هذا كل شيء مهم ونقدر كل من يقف إلى جانبنا ولكن مشكلتنا الأساسية هي في انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا هذه المشكلة واضحة أستاذ منير وسأعود معك لنتحدث عنها وعن مشكلات أخرى ربما تعيق أي حل منتظر دكتور مخيمر أهلا بك معنا أيضا إلى هذا الحوار هل تجدون الظروف مهيئة اليوم لإتمام كل هذه الحلول التي انتظرناها طويلا يعني إلى أي مدى تسرع الأحداث الأخيرة بين إسرائيل وغزة وما رافقها من مواقف وما ذكروا أيضا الأستاذ منير قبل قليل عن وحدة الشعب الفلسطيني إلى أي مدى يساعد كل ذلك بالتوصل لحل دائم لهذه القضية مساء الخير يعني دعيني أقول بأن الجهد الدبلوماسي والسياسي الذي تقود مصر الآن وطبعا بتشجيع ودعم دولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يستهدف ثلاث مصارات المصار الأول هو تثبيت وقف اطلاق النار خاصة وأن الأوضاع الأمنية لا زالت هشة بسبب الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في الشيخ جراح وفي مدينة القدس ثانيا هناك مصار ثاني يستهدف إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد الدمار الذي لحق بالقطاع بسبب الحصار والحروب المتكررة على القطاع وهناك مصار إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة طبعا وملف تبادل الأسرة كذلك بين حماس وإسرائيل أنا أعتقد أن هناك في ملفات يمكن أن يحدث فيها انفراجة وانفراجة سريعة يعني ملف التهدئة أعتقد بعد الجولة الأخيرة من الحرب أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هناك رغبة لدى الطرفين لدى حماس في غزة ولدى إسرائيل بالتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد ويبدو أن هذا أصبح موجودا على الطاولة أما فيما يتعلق بملف الحوار الوطني والمصالحة فمصر التي ترعى هذا الحوار منذ سنوات وأحدثت اختراق كبير في بداية هذا العام عندما تم التوافق على الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني يمكن أن يتحقق انفراج كذلك في هذا الملف وكذلك كما قال السنوار اليوم زعيم أو رئيس حماس في غزة أي الأيام القادمة ستشهد تطورات دراماتيكية على ما يبدو في ملف الأسرة وصفقة جديدة مع إسرائيل أما الحديث عن مصار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 على أساس حل الدولتين يعني لا زال هذا يعني أعتقد بعيد المنال أولا لا يوجد هناك حكومة مستقرة في إسرائيل هناك تطورات دراماتيكية خلال الساعات الأخيرة يبدو نتنياهو أصبح خارج المسرح السياسي في إسرائيل وستأخذ الحكومة الجديدة وقتا حتى ترتب أوضاعها السياسية خاصة أن هذه الحكومة تضم أقصى اليمين وأقصى اليسار إذا ما تم تشكيل هذه الحكومة الجديدة حكومة التغيير ثانيا الوقائع التي خلقتها إسرائيل على أرض الواقع خلال السنوات الماضية يعني تجعل من إمكانية تطبيق حل الدولتين وتسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام يبدو أنها صعبة في ظل سيطرة وهيمنة اليمين المتطرف على الحكومة في إسرائيل سأعود دكتور مخيمبر لهذه النقطة بالتحديد مسألة الحكومة الجديدة في إسرائيل وكيف يمكن لها أن تؤثر أيضا على أي مفاوضات مرتقبة أو تسعى إليها مصر اليوم للتوصل لحل الدولتين وهو الهدف البعيد لكن الهدف الأساسي للرئيس المصري بحسب ما ذكر سيد مونير الوفد المصري أجرى مباحثات خلال الساعات الماضية إن كان مع الفصائل الفلسطينية أو مع حركة حماس ما مدى فرص نجاح هذه الوساطة التي تقودها مصر والأهم أبرز المعوقات التي تتخللها دائما لمصر دور كبير في القضية الفلسطينية وأيضا للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية هؤلاء الدولتين العربيات الأقرب إلى فلسطين والأقرب شعورا بالهموم الفلسطينية صحيح كانت جولة لمدير المخابرات المصرية في رام الله واستمع إلى حديث القيادة الفلسطينية أن أقول لك الحلول السياسية ليست صعبة يعني كما تحدث قبل شوي الضيف العزيز بالعكس هي الآن مواتية ورياحها هبت والمثل يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها يعني هناك أول شيء إجماع عالمي وعربي وإسلامي ومظاهرات في كل دول العالم تعزيز القضية الفلسطينية بالتالي القضية الآن هي في أوج قوتها للبدء في حلول سياسية بالإضافة إلى حلول الإعمار على كل حال الأيام القادمة بالتأكيد تحمل الكثير من العقبات التي تم تذليلها يعني الكل استمع لخطاب السيدة السنوار في قطاع غزة من أيام يعني هو جاء إلى برنامج الإجماع الوطني الدولة الفلسطينية وتحدث بالموضوع بشكل واضح وصريح الآن على العالم أن يلتقط ما قدمه الفلسطينيون كل الفصائل والقيادة الفلسطينية يعني حديثها واضح وصريح لا أحد يتحدث إلا بحلول سياسية وبالمناسبة يعني إعمار قطاع غزة بدون حل سياسي سوف نعود إلى نفس المشكلة إحنا خرجنا من ثلاث حروب وهذه الرابعة في قطاع غزة حرب 2008 وحرب 2012 وحرب 2014 وهي حرب 2021 كل ما عمر يعني اليوم كان صادر تقرير عن الحكومة الفلسطينية تم صرف ما يقارب 17 مليار دولار في البناء فقط في قطاع غزة و50% ما تم تعميره بعد دفع هذه المبالغ بالتالي أنت لا تريد أن تذهب إلى عمية الإعمار بدون مصار سياسي وبالتالي نعود إلى نفس المشكلة نحن نبني من هنا والاحتلال يأتي بعد ثلاث أربع سنوات على الأرض حتى تكون بشكلها الصحيحة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ أن أنشأت إسرائيله حتى اليوم لم تعترف في الحقوق الفلسطينية جاء اليمين الإسرائيلي عندما رابين فكر في حلول سياسية وسلمية اليمين الإسرائيلي اغتال رابين في الشارع لإيقاف العملية السياسية وتدهورت الأمور كما شاهد البعض في الانتفاضة الأقصى والهبات المتتالية والحروب على قطاع غزة كل ذلك كان وجاء لتدمير فرص قيام الدولة الفلسطينية إذا كان العالم صادق الآن وهذه الهبة العالمية باتجاه القضية الفلسطينية وهذا الالتفاف العالمي وكل الاتصالات التي تأتي من القادة إلى السيد الرئيس محمود عباس رأس السياسة ورأس القيادة الفلسطينية للعودة إلى المصار السياسي أنا أقول أيضا ذلك يجب أن يكون بضمانات يعني القيادة الفلسطينية أبلغت الجميع بأنها تريد موعدا محددا أيضا لانتهاء هذه المفاوضات والإفضاء إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الكتس سنعود سيد منير إلى هذه الضمانات الضرورية نلوف وندور في فلك المفاوضات عند السنوات بطبيعة الحال الكل يوافق أنه اليوم القضية الفلسطينية تعود إلى الواجهة وبقوة بعد جولة التصعيد الأخيرة سنرحب بضيفنا من القاهرة اللي ينضم إلينا إلى هذا الحوار الخبير في البركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور صبحي عسيلة دكتور صبحي مساء الخير وأهلا بك معنا في هذا الحوار المحاولات المصرية مكوكية تستمر والأهداف كثيرة على رأسها لربما ما ذكروا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب تثبيت إطلاق النار مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت ويتحدث الرئيس المصري على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير يؤكد الرئيس السيسي أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني وقادته حتى النهاية دكتور صبحي ما الذي يمكن أن تقدم مصر في هذه المرحلة البعض يقول أن اللقاءات التي ستجرى في القاهرة سبقها لقاءات مثيلة كثيرة لم تتوصل إلى حل أو إلى تقارب في وجهات النظر ما الذي تعول عليه مصر اليوم أولا مساء الخير وأهلا بكل ضيوف حضرتك أنا أريد أن أكد أن إعادة القضية الفلسطينية إلى دائرة الدور هذا إذا دائرة الدور هو جهد مصري كبير جدا تم أن ترحت القضية الفلسطينية من أوسع بواب أصبحت على الطاولة بشكل لم يحدث خلال عشر سنوات الماضية أصبحت خبر حتى أساسيا في نشرات وقالات الأنباء والصحف هذا الزخم كما أكد ضيوف حضرتك لابد أن نستخدمه في هذه اللحظة أما عن المصالحة فخلينا أقول لحضرتك أولا أن المقاربة المصرية والموقف المصري السابت من الأضايا الفلسطينية واضح وسابت أنه لا حل إلا بحل الدولتين وقامت دولة فلسطينية عصمتها الأدس الشرقية وأن هذا الموضوع لا يمكن أن نصل إليه إلا عبر التسوية السياسية هذا هو الموقف الرسمي المصري الواضح والسابت طوال العقود الماضية وحتى هذه اللحظة ما زالت مصر تصل على هذا الموضوع منذ بدء موضوع التصعيد أيضا طرحت مصر هذا التصور وهنا وضع مختلف تماما لما تقاربه أو تفعله مصر تجاه القضية هذه المرة خلال الثلاث جولات السابقة كنا نتحدث فقط ربما عن وقف إطلاق النار ثم تثبيت وقف إطلاق النار ثم ربما فيما بعد نتحدث عن أشياء أخرى تتعلق بالتسوية وإنهاء الحصار وأشياء من هذا القبيل الآن مصر منذ اليوم الأول وخلال مساعيها الوقف إطلاق النار كانت واضحة أن الحديث يجب أن نصل إلى اللي حضرك سمتين الجولة الأساسية اللي هي جولة المفاوضات ونحن نخش في عملية التسوية مرة أخرى عشان نخش هذا الموضوع في تواصل مع الإسرائيليين إنما في جهد أساسي ودور أساسي لابد أن يبزلوا الفلسطينيون الدور الأساسي المطلوب من الفلسطينيين هي الوحدة الفلسطينية لأنه لا يمكن نحشد المجتمع الدولي نحن كمصر للقضية الفلسطينية بينما هي منقسمة على النحو التي هي عليه في هذه اللحظة ومن ثم رأت مصر أيضا منذ اليوم الأول ضرورة إدماج الرئيس أبو مازن والسلطة الوطنية الفلسطينية في المشهد ليقود المشهد حتى يكون الحديث لاحقا مع المجتمع الدولي بصوت فلسطيني واحد أما حضرك بتسألينا عن اللقاءات التي ستجري في القاهرة ويجرى ومقارنتها باللقاءات التي سبقت قبل ذلك وفشل بعضها واتفقنا على بعض الموضوعات ولم تنفذ كثيرا من هذه الموضوعات أنا عايز أقول لحضرتك أن مصر لأنها تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصرية أساسية وليست وسيطا وليست قضية تهتم بها بين الحين والآخر أو تحقق بها بعض النقاط السياسية هي لا تنصرف على هذه القضية لو أن طرفا آخر وهناك أطراف كثيرة كم دخلوا إلى هذه القضية وخرجوا منها ثم عادوا وخرجوا ثم خرجوا وعادوا وهكذا إلا مصر نحن مازلنا مصرين ولدينا الأمل أن كل الجوالات السابقة يمكن البناء عليها خاصة وأن كل الموضوعات الخلافية بين الفصائل الفلسطينية قتلت بحسا ولم يعد هناك قضية لم تبحث ولم تدرس ما أرضية ثابتة دكتر سبحي دوني على المقاطعة حضرتك لأن تذكر هذه الإرادة لدى الفصائل لكن اليوم ما هي هذه الأرضية القوية الثابتة التي تعتمد عليها أو تبني عليها مصر محاولاتها الآن وأهدافها عندنا أكثر من محور مصر أو أكثر من ركيزة لهذا الدور المصري في هذه اللحظة أولا دورها التاريخي في هذه القضية علاقتها الممتدة والقوية جدا بكل الفصائل لغم حتى اختلافنا مع بعض الفصائل هناك علاقات قوية جدا مع قادة هذه الفصائل ومع السلطة الوطنية الفلسطينية بطبيعة الحال الأمر الثاني الذي نستغله ونحاول أن نستثمره في هذه اللحظة أن اللحظة الآن ضاغطة على كل الأطراف بما ينضج الصفقة لأن البعض يأتي إلى دائرة التفاوض لحظة حضرتك أن ما قامت به مثل مصر من وقف التصعيد ووقف إطلاق النار أنا أتصور وأكدنا ذلك حينها أن جميع الأطراف كانوا يبحثون عن هذا الدور المصري لوقف إطلاق النار لأن استمرار النار في هذه اللحظة لم يكن يحقق مصلحة أي من الطرفين حين أدرك الجميع أن المصلحة في وقف إطلاق النار تجاوبوا مع المبادرة المصرية قولا واحدا والآن مصر تقول وتؤكد لجميع الأطراف أن اللحظة التي نحن بصدادها الآن لابد من اغتنامها اغتنامها حتى يحقق كل طرف منهم مصالحه ونحقق نحن مصلحة الإقليم والمنطقة العربية في أن نحن نحقق استقرار الدكتور مخيمر هل يتوقف وتتوقف إعادة الإعمار إعمار القطاع على هذه المصالحة الفلسطينية الفلسطينية البعض يعتبر اليوم أن حكومة الوفاق الآن خطوة أساسية للحصول على هذه المساعدات التي يعني يعد الخارج بها أكيد إذا ما تم التوافق على حكومة فلسطينية جديدة حكومة وفاق وطني أو حكومة وحدة وطنية ستكون هذه الحكومة هي العنوان لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة وهذا ما حصل بالمناسبة في العام 2014 عندما كانت هناك حكومة توافق وطني فلسطيني من الضفة وغزة وبموافقة من حماس عملت تلك الحكومة على إعادة بناء وإعمار قطاع غزة الرئيس عباس أبدأ استعداده في آخر خطاباته عن إمكانية تشكيل حكومة توافق وطني تقبل بالشروط الرباعية الدولية أو شروط المجتمع الدولي وهذه مشكلة بالنسبة لحماس يعني حماس لا توافق وترفض شروط الرباعية الدولية وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى العنف والقبول بالاتفاقيات السابقة بين منظمة التحرير وإسرائيل ولذلك مسألة تشكيل حكومة توافق وطني أعتقد بحاجة إلى جهد كبير من جانب مصر ومن جانب الفصائل الفلسطينية لتذهب بهذه الخطوة ولكن أكيد حكومة توافق وطني هي العنوان لإعادة البناء والإعمار وإن كان هناك كثير من الدول التي تعمل في غزة إما عبر مؤسسات دولية أو عبر لجانها الخاصة فيما يتعلق بإعادة البناء والإعمار ولكن دعيني أقول هنا نقطة مهمة أنه نحن هنا أمام لحظة سياسية مهمة لم يعد الوضع بعد ما حصل في الأيام الماضية لم يعد مقبولا السلطة الفلسطينية يجب أن تدرك أن هناك متغيرات دولية ومتغيرات إقليمية وبالتالي يجب التقاط هذه الفرصة السياسية من أجل مصالحة فلسطينية تمهد الطريق لموقف فلسطيني موحد وبرنامج فلسطيني برنامج الحد الأدنى للاتفاق على صيغة توافقية لمخاطبة المجتمع الدولي بصوت فلسطيني موحد ولا أحد يستطيع أن ينكر دور حماس هنا حماس فرضت نفسها على الطاولة كلاعب فلسطيني ولاعب إقليمي بقوة السلاح وبقوة المقاومة وتجاهل حماس من قبل فتح أو من قبل الرئيس لا أعتقد أن هذا لن يفيد لا القضية الفلسطينية ولن يفيد أي تقدم حتى في ملف التسوية مع إسرائيل أستاذ مونير عندما قلت لي أن ما تجلى خلال هذه الجولة الأخيرة من التصعيد هي وحدة الشعب الفلسطيني هل يمكن أن تترجم هذه الوحدة أيضا على مستوى القيادات هل يوم سنكون أمام مصالحة فلسطينية فلسطينية نابعة عن إرادة داخلية وليست مرتبطة بالمتغيرات الإقليمية لذكرها معنا الدكتور مخيمر يعني أنا بس أريد أن أنوح حتى لا يكون هناك لغط للجمهور والمتابعين بداية ممثل الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية الاحتلال والعالم يعترف بهذه المنظمة الاحتلال وقع معها اتفاقيات السلطة الفلسطينية هي جزء من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة جزء من السلطة الفلسطينية التي تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى تكون الأمور واضحة وفي نصابها الصحيح وحدة الشعب الفلسطيني تجسدت على الأرض القيادات الميدانية توحدت الدم الفلسطيني توحد حتى القيادات السياسية توحدت في خطابها يعني إذا استمعنا لخطاب قائد حماس في قطاع غزة كان قريب إلى الإجماع الوطني الفلسطيني كل الآن الموجود على الأرض يشجع الجميع تحدث الزملاء عن موضوع القبول بالشروط الدولية السيد سنوار تحدث بشكل واضح ذلك في خطابه بدون أي مواربة سألوا الصحفيين ماذا تريدوا قال نريد الشرعية الدولية والقانون الدولي ونريد الحد الأدنى من حقوقنا فبالتالي الإجماع الفلسطيني الآن تحقق على الأرض وموجود الآن الدور المصري الكبير التي تقوم به سوف يكون هناك اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة لوضع النقاط على الحروف كمان إحنا ما بدنا نروح لحوارات بعيدة إحنا تقريبا يعني 90% الحركات الفلسطينية جميعها متفقة آخر اتفاق اتفقنا موضوع الانتخابات وإجراءها يعني هناك توافقات كبيرة ما بين كل العناصر الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والمعرك الأخيرة التي حدثت زادت التلاحم الفلسطيني الداخلي وثبتته بشكل كبير الآن يعني الحوار القادم في القاهرة يجب أن لا يأخذ وقتا كبيرا ويجب أن نخرج بنتائج هل حماس ستدخل منظمة التحرير هي والجهاد الإسلامي طريقة دخولهم طريقة العمل منظمة التحرير تلتزم باتفاقيات ولكن يعني السائق قائد حماس في قطاع غزة استبق كل هذه الأحداث وهو قال أنه مع الحد الأدنى وأنه مع الشرعية الدولية ونحن في حركة فتح وقيادتنا نرحب بما قاله السيد يحيى السنوار في خطابه الأخير ونؤكد عليه هذا ما يريده الشعب في فلسطين الآن لا يوجد حجاج أمام العالم ليتحدث فيها عن موقف حركة حماس وأنه يريد الموقف العلني لحماس صدر اليوم السنوار أيضا تحدث بموضوع حل سياسي نحن لا نستطيع أن نزيل الاحتلال بالضربة القاضية هذا الاحتلال يمتلك كوة غاشمة وكبيرة والعالم كله شاهد العالم كله يتابع بطبيعة الحالة يتابع منذ اللحظة الأولى لهذا التصعيد وكيف بالفعل تتقدم الأمور الآن مع الخطوات المصرية مقابل ماذا؟ صحيح مقابل أن الاحتلال الإسرائيلي الذي قصف قطاع غزة ودمرها كان هناك العالم كان جزء منه متضامن مع إسرائيل أنها تتعرض للقصف هل القصف التي تعرضت له إسرائيل والمدن الفلسطينية المحتلة مثل ما تعرضت له قطاع غزة؟ بالتالي كان حجم دمار كبير على كل حال الوساطات المصرية دائما مصر حاضنة للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنوات وبالتأكيد اللقاء الوطني الفلسطيني المرتقف في القاهرة أعتقد سيكون فيه نتائج مهمة للمضي في الإعمار والموضوع السياسي والحكومة الفلسطينية والكثير من النقاط الفلسطينية الداخلية لنستطيع أن نضع النقاط الحروف وننطلق موحدين باتجاه أهدافنا الوطنية الرئيس المصري أكد مرارا أن هناك فرصة حقيقية سانحة هذه المرة لتحقيق السلام في المنطقة حتى شريط التضافر الجهود كافة إلى أي مدى دكتور صبحي الدعم الذي يحصل عليه الرئيس السيسي دوليا وإقليميا يساهم أيضا في تسهيل مهمته الآن طبعا خلينا حضرتك تعليق صغير بن قسين على موضوع ما قاله السيد يحي الصنوار وإعلانه وتمهيه مثلا مع موضوع الحل السياسي وما قاله في خطابه الأخير وهذه طبعا بادرة إيجابية تماما ولكن لازم ناخد بالنا تماما أن يحي الصنوار فماذا عن إسماعيل الهنية فماذا عن خالد ماشعن ماذا عن أقطاب حماس الآخرين إذا صدقت هذه الرؤية أيضا فماذا من هو الذي يتعامل مع الحل السياسي إذا توافقنا على الحل السياسي لابد أن تقول حماس وتقدم ما يبرهن من هو عنوان الحل السياسي نحن نتكلم عن منظمة التحرير كما قال الأستاذ مونير فعلا هي منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود أبو مازل لا يكفي أن تعترف بموضوع الحل السياسي وقبولك للحل السياسي إنما الفكرة من يتعامل مع من يكون الطرف وهنا أيضا أحذر أن الشرك يخلق الآن أن حماس تكرس أيضا وضعها الإقليمي والعربي والداخلي في فلسطين عبر هذا الموضوع هي تريد وطرحت أكثر من مرة أن تجري مفاوضات بينها وبين الجانب الإسرائيلي هذه ملاحظة على جانب حماس ولكنها في كل الأحوال بادرة إيجابية لابد أن نبني عليها أما فيما يتعلق بمصر والحشد الدولي الذي تقوده مصر في هذه اللحظة بكل تأكيد مصر ورغم سبت موقفة ورغم هذه الرؤية التي تدرك أنها لابد أن تتحقق كان يلزمها دعما عربيا وهو موجود في إطار المبادرة العربية الموجودة مازالت على الطاولة هذا الدعم موجود لهذا الاختيار ولهذه الرؤية المملكة الأردنية الهاشمية تتحرك بكسافة وتدعم الجهود المصرية كل الدول العربية تدعم هذه الجهود قولا واحدا يبقى المجتمع الدولي استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن خاصة ويستغل أو يستفيد من الرؤية إلى حد كبير المشتركة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي على الأقل فيما يتعلق به تأييد حل الدولتين الموقف الأوروبي واضح في هذا الموضوع ومن ثم يمكن البناء عليه ومن ثم كان التواصل وكان الإعلان من القمة اللي كانت مع الرئيس ماكرو واللي طبعا شارك فيها الملك عبدالله أيضا لا يمكن أن يتم كل ذلك المجتمع الدولي دون الولايات المتحدة الأمريكية أيضا استفادنا من التغير النسب الحادث في موقف الإدارة الأمريكية مقارنة بدولة ترامب هي أيضا تطرح فكرة حل الدولتين استغلنا هذا الموضوع ويجب أن نستغل وجميعنا في هذا الحوار وحوارات أخرى نؤكد أن هذه اللحظة سانحة جدا ومناسبة جدا لأن الجميع الآن يدعم هذه الرؤية وكل القوة سواء الإقليمية والعربية والدولية والالتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أي الآن تدعم التوجه المصري تدعم القيادة المصرية في هذا الموضوع لأنها ترى تغيرا وتعاملا مختلفا مع هذه القضية متمثل في ضرورة تسويتها بشكل عادل يرضي الفلسطينيين وإلا سيظل عدم الاستقرار موجودا في هذه المنطقة شكرا جزيلا للخبير في المركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور صبحي عسيلة على المشاركة من القاهرة الشكر موصول لضيفنا من رامالله القيادة في حركة فتح ونير الجغوب ومن غزة شكرا لأستاذ العلوم السياسية الدكتور مخيمر أبو سعدة على المشاركة